فتعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير الحقيقة مش أقول عليهم تقريب يرد هو تقرير بينطق بحقائق ويرسخ الواقع موجود هنا في مصر تعالوا نشوفه ونرجع بعدها نلتقي والجزء التاني من حلقتنا النهاردة والجزء التاني من حلقتنا مبارح والنهاردة مبارح التقينا بالمخرج الأستاذ محمد فاضل والكاتب الصحفي الأستاذ محمد رفعت ونلتقي اليوم مع دكتورة لميز جابر وصدام حدث حول تاريخ مصر كل طرف يتهم الآخر بأنها يزيف تاريخ مصر رغم أننا مع فكرة أننا ننظر إلى المستقبل لكن خلينا نشوف هذا الوضع ولكن في البداية تقرير وترسيخ للواقع هنا في مصر كيف أفشلت مصر والمخططة التركية القطرية في شرق المتوسط؟ للرد على هذه الأسئلة وأكثر حول سياسة مصر الخارجية وبالأخص في ملاف شرق المتوسط وفي سرد واقعي للأحداث خلافا لما يروي له الحلف التركي القطري الإخواني يقدر احتياطي الغاز بمنطقة شرق المتوسط ما بين ثلاثمائة واربعين إلى ثلاثمائة وستين تريليون قدم مكعب بإجمالي قيمة مالية بين سبعمائة مليار وثلاثة تريليونات دولار تحتل بها المنطقة والمركز الثاني عالميا من احتياطيات الغاز وكل ما تم اكتشافه مجتمعا في قبرص وإسرائيل ومصر حتى الآن هو سبعون تريليون قدم فقط تمثلت بداية الاكتشافات في المنطقة مع اكتشاف إسرائيل لحقل تمار عام 2009 ثم اكتشاف قبرص لحقل أفروديت في أغسطس 2011 ثم اكتشاف إسرائيل لحقل ليفاثام ومع توالي تلك الاكتشافات وفي ظل غياب الغاز عن الأراضي التركية آثر الجانب التركي عرقلة أي جهود مرتبطة بهذه الاكتشافات ومن هنا بدأت تركيا في ملاحقة أطماعها وجشعها للاستفادة من الاكتشافات فتقدمت بمقترح لحكومة الإخوان في مارس 2012 لترسيم حدود مصر البحرية ولم يكتفي أردوغان بهذا لكنه سعى للاستيلاء على 274 كم من الحدود القبرصية داخل المتوسط وخمسين كيلو مترا من الحدود اليونانية وسبعين كيلو مترا من الحدود المصرية فكان الغرض التركي من ذلك هو تعظيم الثروة باستغلال تواجد حكومة الإخوان ولكن القوات المسلحة المصرية وقتها بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللجنة العليا لإعالي البحار وقفت لهذا المخطط بالمرصاد كان السعي التركي للتعدي على حقوق مصر البترولية مخططا له بحكمة ومعتمدا على جماعة الإخوان فتحيلت الجماعة من خلال نوابها في البرلمان لإعادة ترسيم الحدود من خلال تقديم النائب الإخواني خالد عبد القادر عودة اقتراحا بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الموقعة في القاهرة بتاريخ السابع عشر من فبراير 2003 لإضافة تركيا إلى الاتفاقية إذن لماذا هذا السرد التاريخي لأحداث شرق المتوسط؟ في إطار هذا النزاع الوهمي الذي تعيشه تركيا وحليفها القطري الإخواني والتي تعمل على الأكاذيب والافتراءات صلت هذا التحالف منصاته من خلال إعداد منصة ميدان التابعة لقناة الجزيرة القطرية فيديو يروج لأوهام أنقرة وحليفتها الدوحة للتشكيك في خطوات ونجاحات الدولة المصرية في منطقة شرق المتوسط محاولين الترويج لفكرة أن مصر قد أضاعت حقوقها في المتوسط ومن منطلق وضع الأمور في نصابها نفند هذا الفيلم الذي يروي تفاصيل من خيال منتقيه سعى الفيديو للتأكيد على أن خط أنابيب إيستميد قضى على أحلام مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة فالحقائق بشأن مشروع إيستميد تتلخص في الآثير وقعت قبرص واليونان وإسرائيل في أثناء يناير 2020 اتفاق قط أنابيب إيستميد لنقل الغاز إلى أوروبا ويبلغ طول الخط نحو 1900 كيلو متر وقد بدأ طرح هذا المشروع مع تنام اكتشافات الغاز شرق المتوسط وتم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2025 إلا أن هذا المشروع يواجه عددا من التحديات أهمها التكلفة الباهظة مقارنة بالعائد هي أحد التحديات التي تواجه المشروع الذي يحتاج إلى سبعة مليارات دولار بالإضافة إلى ضعف التمويل ومحاولات التشكيك في إتمام المشروع فالاتفاق على المشروع استغرق وقتا طويلا حيث بدأت الدول الثلاثة بمناقشة المشروع عام 2012 بذلك استغرق ثمانية سنوات إلى جانب تحديات تقنية وجغرافية حيث إن نقل الغاز المسال يصبح دائما أكثر سهولة ومرونة وأقل تكلفة من الغاز غير المسال لماذا أصبحت مصر مركزا إقليميا للطاقة القاهرة ودورها الفاعل والمؤثر تجعلها مركزا إقليميا للطاقة وخيارا مفضلا للتصدير إلى أوروبا من خلال توافر المقومات سواء من خلال اكتشافها لأكبر احتياطي قدر 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المنطقة حقل ظهر والذي تم اكتشافه عام 2015 والذي وصل حجم الإنتاج اليومي فيه إلى 40% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر علاوة على انتلاك مصر في محطات تسهيل الغاز الطبيعي في دومياط وإدكو والتي تصل قدرتهما لاستيعابية لنحو 19 مليار متر مكعب سنويا توصلت الشركات العاملة في الحقول الإسرائيلية عبر شركة دولفيونس المصرية لاتفاق يقضي تصدير 64 مليار متر مكعب من حقلي تمارا وليفياثان بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات لنفس الإطار وقعت مصر وقبرص في سبتمبر 2018 اتفاقية لإنشاء خط غاز يربط بين البلدين بهدف تسييله في مصر ويعادة تصديره وتستهدف قبرص دخ إنتاجها لمنشآت الإسالة المصرية بحلول 2022 نجحت مصر أيضا بفضل اكتشافات الغاز في تحقيق الاكتفاء الذاتي هو ما أدى إلى إيقاف استيراد الغاز في سبتمبر 2018 بأصول حجم الإنتاج اليومي إلى 7.2 مليار قدم مكعب فعليه تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز لدولة منتقة ولديها فائض كبير يسمح بالتصدير للخارج لكن لماذا يحشد الحلف التركي القطري الإخواني أسلحته الإعلامية ضد مصر الآن؟ استغلال التوقيت وتأليب الرأي العام عبر نشر الأكاذيب تزامنا مع ذكرى الخامس والعشرين من يناير ولكن لن تؤتي ثمارها فالشعب كشف هذه الألعاب تسبب موقف مصر الرافض للتقارب مع تركيا الذي سعت إليه أنقرة مؤخرا عبر تصريحات من مسؤولين أتراك لزيادة حدة الكراهية والعداء تجاه مصر ومن ثم توجيه الأبواق الإعلامية لثبركة الحقائق مصر تمتلك زمام الأمور والقيادة في المتوسط وفقا لقواعد القانون الدولية وقد تجلى ذلك منذ وصول الرئيس السيسي للحكم وتحركه السريع في هذا الملف الشائك ترجمة نانسي قنقر